موسيقى طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رؤى ناعمة قضية شائكة عانت منها النساء في كل المجتمعات لماذا تحرم المرأة من حقها في الميراث؟ وما هو موقف الدين من ذلك؟ وهل عادات والتقايد هي من ظلمة المرأة وسلمتها حقوقها؟ تفاصيل كثيرة حول ميراث المرأة في مجتمعنا؟ كونوا معنا مشكلة عانت منها النساء عبر العصور وقضية تدور حولها استفهامات عديدة وأسر تقطعت أوصالها وأخوة لم يعودوا أخوة وقلوب أنكسرت ولم تجبر بعد كل هذا وذاك بسبب ميراث المرأة تفاصيل كثيرة شائكة حول قضيتنا لهذا اليوم النقشة في حلقتنا مع ضيوف الموجودين معي في الاستوديو بداية الأستاذة سميرة محمد المؤيد وهي مشهدة في وزاة الأوقاف وأيضا خرجة من جامعة الأزهر أرحب بك أستاذ أرحب أيضا الأستاذ رفعة حسن وهو رئيس نقابة الإخصائيين الاجتماعيين وأيضا قانوني أهلا وسلام بك أستاذ بداية لماذا عاد المرأة ولا ذات تعاني من مسألة ميراث برغم أن الوضع أو أن الزمن تغير سؤال مشترك بينكم الاثنين تفضل الأستاذ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة ميراث المرأة قد يسبب لغة كثيرة بالرغم أن الشريعة واضحة والقوانين واضحة ولكن قد تكون العادات والتقاليد أو بعض الفهم الخاطئ بأنه لا ترث المرأة أو أنه من العيب أن تحصل المرأة على ميراث أو أن تقاسم أخوانها وأسرتها في الميراث أصبح يعني فكر أو ثقافة في بعض المتشرة نعم ولكن مع تقدم الزمان وتقدم العلم وتعلم المرأة وأيضا تعلم المجتمعات قد تخف هذه العادة بحيث أن من حق المرأة أن ترث مثلها مثل أخوها الرجل نعم أنت ذكرت أنه للأسف أنه بعض الأسر يعني الشرع واضح والقوانين واضحة وما زال هناك بعض التمسك بعدم إعطاء المرأة حقها بالميراث أستاذة سامير أكيد لك وكنت نظر مغايرة ما هي وكنت نظرك إنما هي عرف وأي عرف يخال في الكتاب والسنة لا يعترف به أيضا هناك غياب في ذر الخطبة والعلماء فيه بالنسبة أنهم يتكلموا عن حقوق المرأة وعن حقوق الميراث نجد هذا الغياب موجود وحاضر أيضا نشوف أيضا قصور في وسائل الإعلام في هذا الجانب وله دور كبير لا يكون هناك تطرق لهذه المواضيع وأيضا كما ذكرت فهم الدين بطريقة خاطئة خاطئة وهذه لها دور كبير في كل مشاكل مجتمع صحيح أستاذ رفعت لماذا هذا الجدال ولماذا هذا الكلام المزايد في موضوع الميراث ما هي الأسباب يعني قد يكون الأسباب عائدة إلى المرأة نفسها بحيث أنها لا تستطيع أن تقول بأنني بحاجة إلى ميراثي أو أنها تعتقد بأنه حق من حقوقها الشرعي هو لابد أن تطالب هو حق من حقوقها الشرعي وهي أيضا تفهم هذا ولكن قد يكون هناك تحرج أو تحس أنه من العيب أن تطرح المرأة بأنها محتاجة إلى ميراثها كذلك قد يكون من باب الطمع بعض الأسر والمجتمعات في أن يستحوذ خاصة عندما تكون المرأة متزوجة وأن هذه الأموال سوف تذهب إلى أسرها هناك نظرية وفكر معين لبعض الأخوة من الذين يقتصرون الميراث على أنفسهم بأن الأخت متزوجة على أحد غريب فلا يصح أن يكون الميراث عن شخص غريب وهذه تكون أبرز الأسباب قد تضيع الفلوس عليها ممكن نحتويها في مشروع ما أو من هذا القبيل بالضبط يعني هو من باب التبريرات أو التسويفات على أنه قد تذهب الأموال إلى أسر أخرى وقد هي لا تستطيع إدارة هذا المال وهي غير كفاء في هذا الجانب وبإمكانهم أن يحتفظوا بها أو حتى عندما تتم إجراء القسمة لا يعطاها نصيبها الكامل ولكن يعني من باب المراضة ومن باب التنازل ومن باب التحايل صحيح يضع ظلم على المرأة هنا طبعا طبعا أستاذ ساميرا رأيك الموضوع الأسباب البارزة في عدم أو الجدال الموزايد في ميراث المرأة أنا دائما أقول أي جدل يكون فيه شيء نص الله عز وجل عليه في الكتاب وصلنا هو بعد عن الدين وعن الأحكام الشرعية هذا هو أكبر يكون فيه ظلم أحيانا ما يكونش فيه علم بأهمية الميراث بأهمية أنت أخذ المرأة حقوقها وأيضا لا يعرفون العقوبة في هذا الشيء أيضا تحسي المرأة تخاف أن هي تدخل محاكم أو محاكم بالنسبة لكي لا تحصلش مشاكل أسرية أيضا نرتفع كل فتا المحاكم إذا فكرت فيها محامي ومكافثة أحيانا يجعل المرأة تقف عند هذا الحد الجانب الشرعي يعد الفيصل أو العنصر الفاصل بهذا الأمر ضعينا في الصورة يعني كيف تعامل الشرع مع حقوق المرأة وخاصة في شكل عام بالميراثة؟ تعامل معها عن ضريق التشريع أنه فرض لها أحكاما خاصة بها ورعاها بنتا ورعاها زوجة ورعاها أختا حررها من عبودية الجهل ومن جبروت الأعراف ومن ظلم التشريعات وضمن لها حقها الإسلام كما نعلم في هذا الشيء بعدما كانت تعتبر متاعا أو تعتبر عارا أو شؤمن على مجتمعات الإسلام كفل لها حقوقها أعطاها حرية حرية العقيدة حرية الرأي حرية الاختيار أعطاها حرية الدمها المالية أعطاها حرية الاختيار المساوى العدل التعليم العمل أعطاها كل شيء حتى القوامة حين جعلها الله عز وجل تكافل المرأة القوامة جعلها للرجل جعلها باب الرعاية والإدارة والحماية هذا هذا مفهمها الحقيقي فكان فيها خير للمرأة كبير نعم يعني كيف حافظ الإسلام على ميراث المرأة؟ كيف ممكن المرأة أنها تتمسك بشرع الله وهذا شرعي ويتكون عندها قوة على المطالبة والأخذ بحقها؟ هو حافظ الإسلام حافظ على حقوق المرأة في الميراث بأن جعله نصه النص في تشريع الميراث في القرآن الكريم لذلك كان تكسيم الميراث من الله عز وجل ولم يتركوا للبشر لذلك كان فيه من الدقة وكان فيه من النظام ما لا يهذدي إليه بشر نعم فيه جدال يعني إذا قطرتك أستاذ يسرى عفوا أستاذ سميرة فيه جدال حول أن الدين ظلم المرأة في جانب أنه يتذكر مثل حظ الأنتين نعم كيف ممكن توضحيها هذه يعتبروها الشبهة نحو الدين أن الإسلام ظلم المرأة بأن جعل حقها نصف الرجل جعلوها كأنه ينقص من أهلية المرأة بالعكس الآية القرآنية اللي قولي تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر تلاحظ الأنتين من يفهم الآية الفهم الصحيح يجد فيها عدل وإنصاف ما بعده للذكر والأنتين كيف أستاذ وضحيها؟ مثلا لو قلت لش مات شخص وترك ولد وبنت وترك لهم ثلاثة مليون نعم نجي نقسم هالبنت عطي أخذ مليون الولد سيأخذ اثنين مليون شوفي الولد تكاليف التي سيأخذها والأعباء المالية التي ستكون عليه سيتزوج يحتاج مهر يحتاج شقة يحتاج تأثيث شقة مكلف بعد كذلك المرأة تحمل وولادة ورضاعة ومستشفى يعني هناك عادل يعني أعباء مالية كبيرة على الرجل تلاقي الأعباء المالية هذا شوفي كم خرجنا من الاثنين مليون كم صرف وأيضا مكلف بالأخت هذه الأخت مكلف بها لنا أقرب درجة أصبح في هذا الزمن المرأة كمان تصرف مثلها مثل الرجل تعالي شوفي ميراث المرأة المليون هذا ظل كما ممكن تستثمره سيزيد هدايا وعايز يزيد ممكنية تستثمر المليون فتلاقي وتتزوج وتتزوج وأشياء كثيرة لذلك حتى الإسلام سبحان الله تخيلي المرأة من الذنب المالية التي لها أنها ليس من حقها تصرف حتى لو كانت غنية وزوجها فقير هو من يصرف عليها هو المكلف بهذه بالعكس حتى تلاقي سبحان الله يعني بالنسبة للآية مش في كل الحالات المرأة ترث النص يوجد من 24 تقريبا إلى 30 حالة ترث المرأة أكثر من الرجل أو مساوية له وفي حالات ترث هي ولا يرث هو وفي حالات كثيرة يعني مجرد أربع حالات فقط هي التي تأتي المرأة ترث فيها نصف ما يرث الرجل وضحتي هذه النقطة أستاذ سميرا أنه بالأخير أنه قد يكون عادل وإنصاف في هذه الموقعات دائما يتداولوها دائما بعض الأناس أستاذ رفعت قانونيا إذا كانت لدي المرأة فعلا قضية بالميراث أخوة منعوا عنها الميراث كما ذكرنا في بداية أنه لا أنت متزوجة من شخص غريب يصعب علينا أن نعطيك كامل الإرث التعامل قانونيا كيف ستتعامل المرأة لمطاوبة حقها الشرعي بإمكانها اللجوء إلى القضاء والقانون واضح ولم تطيل التقاضي في هذا الشأن النصوص القانونية واضح ميراث المرأس وكانت ابنه أو زوجه ما تقول النصوص القانونية في هذا الشأن؟ محددة كلا حسب درجته من المورث إذا كانت ابنه فهي الذكر مثل حظة الأنتين كيف يقف القانون مع إرث المرأة؟ كيف يقف القانون معها؟ هو نفس الشريعة الإسلامية لن يخرج القانون عن ما هو في الشريعة الإسلامية كما تفضلت الأستاذة القانون هو مؤخوذ من الشريعة الإسلامية تماما ولن يخرج عنه القانون اليمني الموضوع انتشر أستاذ رفعت ويعني القدال والظواهر موجودة على أرض الواقع هل دليل أنه ليس القانون هناك ينصف هذه القضية؟ لا بالعكس المرأة أصبحت ترى من الصعب أن تذهب إلى القانون أن تلجأ للقانون هناك مماطلة هناك أعباء كبيرة تقد أمامها كيف؟ أعيد وأرجع أقول بأن المشكلة هي ليست مشكلة تشريع ولا مشكلة قانون وإنما هي مشكلة فكر وثقافة لبعض الأسر ولكنها محلولة في كثير من الأسر يعني المتعلمة والمتمسكة بالشريعة الإسلامية نعم تحدثنا عن الفكر وأنه أصبحت عادل تقايد لكن أنا القانون القانون هل ينصف؟ نعم ينصف هناك نماذج؟ يعني ما هو الدور؟ من يتوجه إلى القضاء مستحيل أنها ترجع قضية لأن القضاء واضح والتشريع واضح لا يوجد أي ألا تطيل المدة الزمنية؟ نعم صح صح قد تطيل المدة الزمنية يعني على ما تأخذ الإرث يكون قد تكمل عليها من قام هامي وريحة وجاية وخلص وانتهى الموبة وكما يتنفل عليها وهو قد تطيل ولكن المرأة إذا أرادت أن تضغط فهذا حق من حقوقها الشرعي والقانوني ولا أحد يستطيع أن يماطل تكبت لي أن أستاذ عرفعت أن هناك قانون ينصف المرأة ويعطيها حقها وأن لا يقف معارض لها؟ أبدا ولكن المرأة قد تقف هي معارضة لنفسها أو قد تقف أسرتها معارضة عن نفسها كيف تكون معارضة لنفسها؟ يعني حابة تأخذ حقها يعني إذا أرادت المرأة أن تأخذ حقها فهو محدد في القانون والمستمد من الشريع الإسلامية قد تجد المشكلة في الأسرة عليها أن تتوجه إلى الأسرة لأخذ مراثة عند التكسيم إذا حصلت إلى مشكلة فعليها أن تلجأ إلى القضاء نعم قد يطول القضاء قد يطول القضاء ولكن هذا من حقها أن تستمر في المطاربة قد يكون بالإمكان أنه تضغط المرأة أو عبر منظمات المرأة على القضاء الأحوال الشخصية وطرح فكرة على هؤلاء الأشخاص بأن المرأة ضعيفة ولا تستطيع أن تستمر في التقاضي وأن هناك حرج وأن تنظر هذه القضايا بصورة مستعجلة إذن بحكم قد لا نحكم بشكل عام بعض المحاكم نعرف بالفساد الموجود فيها والرشاوي والوساطات وما إلى آخر هناك بديل آخر نظامات قد يكون وسائل ضغط وإلى جانب تقوية المرأة في مطالبة بحقها من جانب أسري هذا مهم جدا الثكافة نحن نقول لش هو العودة إلى توعية المجتمع بأهميتها ولكن أرجع وأؤكد بأنه لا يستطيع أي قاضي أن يحكم بأن ليس للمرأة ميراث لأنه من المستحيل هذا الكلام أصلا لأنه التشريعات واضحة والنصص قد تطيل ولكن في الأخير الحق واضح وضوح الشمس ولن يستطيع أحدا أن يتنكر أو أن يماطل في هذا نعم أعود لك يا أستاذ سميرة عواقب لعدم إعطاء المرأة حقها من النيراث ما هي المشكلة التي قد تواجه المرأة بنفسها أو حتى مع أسرها المشاكل لإعطاء المرأة ميراثة فيه إعفاف للمرأة فيه إعفة لها عن السؤال عن قضاء حاجة أنت عارفة يعني عدم أخذها الميراثة فيه تقضيع للأرحام يعني إحنا بنشوف هذه الأيام بنشوف فيما حولنا المجتمع المعاصر يعني أسر سنوات هذه موجودة وبقوة للأسف سنوات يعني تخيل سنوات أخوة من قطعين عن بعض بسبب ميراث وأموال تذهب يعني الرحم من قطعها قطع الله عز وجل موصلة بالرحمة يعني هي باب الرزق والرحمة والكرامة كلها تأتي من صلة الأرحمة وفي الآخر تجد أن فيه تقصير في هذا الجانب لذلك المرأة فيه إعفاف لها عن الحاجة عم طلبها أحيانا تلاقي المرأة زوجها ما فيش عمل أحيانا الرجل بنسمع كثير لما تقولش زوجي أنا ما بش مع عمل أو حصلت لحاته أروح طالب بالميراث يرفضونه وإن طالبت وإن أخذت بحقها هذا الأسف خذي حقك ولكن يتبرع عنك تماما الأم الأخوة بالكامل هذه مشاكل كارثة حصل في مجتمعاتنا للأسف يعني حسب دراسة المجتمع اليمني عبر العصور ما بشي يؤثر فيه مثل الدين سيؤثر في المجتمع المجتمع اليمني يتأثر بالدين تأثير كبير مع الفساد الحاصل مع الفساد الحاصل ما فيش إلا أن نفعل دور العلماء في المساجد وتفعيل دور وسائل الإعلام عندنا المرأة اليمنية بصعوبة أنها تلجأ إلى المحاكم حتى إذا استطعت أن تذهب إلى المحاكم من باب الود وأنني خوفا أن أكسر علاقتي مع أخوتي ومشكلة أن أمكي الأخوة حتشحي فينا أيها حتشحي فينا أحيانا أنا بنت فلان كيف أروح أخذ أخوتي المحكم لذلك إحنا نقولنا الحل الوحيد بالنسبة لهذا الشي نحنا نفعل دور العلماء في المساجد وسائل الإعلام كمان هذا لها دور كبير يعني هو إذا عفت المرأة عفى المجتمع ماذا نقول لهم من يحرمون المرأة من الميرات؟ نقول لهم يعني كنصيحة أخيرة أو الباب النصح الشرعي باب النصح التقول هذا تعضيل لكتاب الله وسنة رسوله من يحرم المرأة من الميرات هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله يا أيها الذين أمانوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباضل الله عز وجل حذر في هذا الجانب بشكل كبير جدا عواقب إلهية تجني عليه في الدنيا والآخرة العواقب الدينية هذه أنه يأخذ مال اليتامة يعني الظلم الظلم الآن أخذ تعتبر أكل مال اليتامة الظلم قطع أرحم يعني تخيل الذي أخذ مال الورث أصبح قاطع لرحمه أصبح أخذ مال اليتامة مخالف للكتاب والسنة أيضا تشبه بالجاهل ويقول أيضا مال حرام يعني أموالكم بينكم بالباطل لذلك تشبه أيضا بالجاهل حتى أنه جعل الموضوع المسوق للغرب الغرب هم يدخلوا للدين من هذه المخالفات الشرعية حينما يجدون هذا المخالف يدخلون يضعون جدال في هذا الأمر حتى يعملوا له تشويل الإسلام أستاذ رفعة ما هي المشكلة؟ من الذي يحكم بالضبط؟ هل الشرع العادة والتقاليد؟ أم فهم الدين بشكل خاطئ؟ قد تكون العوامل متداخلة فيما بعضها أنا أعتقد أن المشكلة الكبيرة هي الثقافة والعادات والتقاليد والفكر الموجود أصبح مشترك أصبح مشكلة ولكن هم يعرفون أنه المرأة نصوص واضحة في التشريع ويجب أن تأخذ المرأة ميراثها مثلها مثل الرجل يعني الحق واحد ولا يجزأ طالما الحق للرجل فالحق للمرأة فكيف أن تتقر حق لنفسك وتنكره على أختك أو على فالحقوق لا تجزأ ولكن قد يكون الفكر كما طرحت الأخت التسويف المماطلة حتى المرأة نفسها تضعف أمام أسرتها تضعف وأنه من العيب أن تقطع أسرتها ونظر القاسر للمرأة بأنه صعب أن تجد حقها بسهولة وأنها تحافظ على استمرارية العلاقة الأسرية ما بين المرأة وأسرتها وللأسف هنا المرأة تتنازل كونها عاطفية تجد أن صدر حمي وأسرته هي أولى من المرأة هل من الضروري أو هل يجوز لمرأة تنازل عن المرأة أستاذة سميرة إن كان بطيبة خاطر أو حتى كان تفادي نزاعات كما ذكرنا والمشكلة التي قد تكون قطيعة والله إذا كان الموضوع عن ضيب خاضر وتراضي فيه نعم فهو جائز فإن ضبنا لكم عن شيء من فكلوهني أمري الله عز وجل لكن إن كان التنازل من أجل تنازل على المشكلة يعني يجوز التنازل يجوز التنازل إذا كان برضاء بطيبة خاطر بطيبة خاطر وفيه تراضي أحيانا يجي والأختنا راضي ومعايا الحمد لله ما يكفيني وأخوتي محتاجين المال أكثر خلاص ولكن للأسف سأسمي نجد بعض النساء محتاجات وفي أشد الحاجة وقد تتنازل في هذا الحال لا يجوز لها التنازل لأنها تؤثمهم يعني هي الآن تكون في إثم في إثم بالضبط لأنه تؤثم من يأخذ المال هذا أصبحت هي تساعدهم على المعصية قال عليه الصلاة والسلام لا يحل المرئين أن يأخذ مال أخي إلا عن ضيب نفس منه يعني الله عز وجل حذر في ذلك لا بد أنه يكون في ترى يعني الإثم مشترك الإثم مشترك بين المرأة ومن يمنع الإرثة أيضا بالضبط السؤال نعم السؤال قد أضاهه على أستاذ رفعات يعني حكم من يأخذ حق المرأة في الميراث قانونيا قانونيا نعم من يأخذ حق المرأة؟ يعني هناك جدال بين الدين أنه يخطونها بين العراف والتقاليد وبحقة الدين كيف ينصف القانون؟ القانون ملزم أولا لا يستطيع أي شخص أن يأخذ حق المرأة ولكن قد يكون الحق هذا لم يطالب به أو منسي أو مسكوت عنه ولكن أنا لا أستطيع أن أخذ ورث أختي بل لأنه ليس لدي السلطة القانونية والشرعية ولست مخول أن أأخذ هذا لكن بمجرد وأيضا لا يوجد عقاب يعني مثلا إننا منعت عن الميراث إننا أعاقب أنا أريد العقوبة لمن يمنع الميراث ذكرنا من ناحية دينية قانونية ذكرت أنها ترتبط كمان في الدين ولكن قد بعض الأحيان من يكون هناك جدال وللأسف قد لا يكون وضوح ومشكلة القضية هذه هي قضية عائمة لا يوجد لها تجريم بمعنى أنا عندما أطالب بالميراث تصبح القضية منظورة أمام الأحوال الشخصية دائما القضاء الأحوال الشخصية لا يوجد فيه عقوبات مثل قانون الجرائم والعقوبات أو مثل فتظل القضية في نهاية المطاف يوصل الشخص إلى ميراثه قد يكون مع مخاسير التقاضي ولكنها في نفس الوقت مبالغ بسيطة لكنها ليست مجرمة بحيث أنه من يكون عندها الحق يظل يعطي المبررات والتسويفات هذا كان حقيه هذا أنا بنيتو مني أنا ما كان حق به هذا أنا شاركي ضع رسالة لكل مرأة وأيضا لكل مانع للميراثها المجتمع اليمني بطبيعته كما تفضلت أختي الأستاذة إذا وصل له الفكر وعرف أنه هو يتأثر بالدين نعم وأنه هذا حرام وأن الذين يأكلون أموال أن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيرسرون سعيرا وأن هذا محرم شرعا ويجب على كل أسرة أن تنصف أرحامها وأن تعطيهم ميراثهم بما كتب الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما هو وهذا التشريع جاري ولن يحصل أي مشاكل على طيل الشريعة الإسلامية يعني ما عدا بعض تلك الأسر التي تعمل على بعض التسويفات وقد تكون المرأة تتنازل ولكنها ليست عن طيب خاطر فنتمنى من كل الأسر أن ينصف أرحامه وأسره وأن يعطيهم ميراثهم وعلى المرأة أن تطالب بحقها وأن لا تتحرج وأن هذا حق من كبوبها الشريع أقطعك رمضة رفعت معدرة ولكن أستاذ سميرا رسالة لمن يعرفون الدين كما ذكر أستاذ رفعت ويعلمون بالعواقب ويمنعون الإرف نقول لهم الظلم ظلمات يوم القيامة هذا الظلم يحجب عن الله عز وجل سيجد الحجب هذا موجود في أسرته سيجد البركة تنزع في ماله وفي أولاده وفي صحته في حياته كلها هذا يسمي العلماء حجب يلاحظ حياته كلها ظلمات ولا يعرف أن السبب أنه أخذ المال بالباطل قال عليه الصلاة والسلام لا يحلم من امرئين أن يكتضع من مال امرئين بغير حق ومن اكتضع منه لقي الله عز وجل وهو عليه غضبا لذلك يطق الله عز وجل في هذه الأموال فإنها أموال حرام نعم أختم معك أيضا رسالة وجهة لكل من تعاني من موضوع الميرات كل من تعاني من موضوع الميرات وقلنا أنها يعني تتخذ الأسلوب الحسن ممكن نحنا في قصور نوعا ما أننا علاقتنا الأسرية بيكون فيها نوعا ما ضعف أنا أوطد علاقتي بأخوتي أو بمن يأخذوا المال تكون العلاقة قوية أصل أرحامي حتى لو قطعوني أصلها بقهول مستطع مقدرة في الحق الشرعي لا يقول التنازل لا يجوز ولا يقول العواطف أنه لا لن أفقد أخي لن أفقد أختي بسبب ميرات هذه العواطف هو حق حقه الله عز وجل صحيح نصيب من السماء نعم يعني شر على الله عز وجل لذلك حتى الميرات الله عز وجل لم يجعله بيد البشر نعم جعل تكسيمه من عند لأنها حقوق لذلك عليها أنت حاول أن تضلب يعني بهذه الصورة أو ممكن أنها تتوسط نعم أشكر أستاذ سميرا محمد المؤيد كنت معنا وأنت مرشدة من وزارة الأوقاف وأنت خرجة أيضا من جامعة الأزهر كما أشكر أستاذ رفعة حسن وهو رئيس نقابة الخصائيين الاجتماعيين وأيضا هو قانوني حياك الله شكرا لك مشاهدين كرام الموضوع دوشقون لكن الوقت داهمنا رسالة أخيرة لكل من يقف أمام حق المرأة في الميرات سواء كانوا أخوة أقرباء أو كانوا حتى قضاء أصحاب نفوذ أعطوا حقهن الشرعي فأنتم محاسبين أمام الله وهناك عواقب دنيوية وآخرة أيضا مستمرين معكم في فقرات رؤى ناعمة خلوكم معنا ترجمة نانسي قنقر